بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا السؤال وردني عن حقيقة الأعداد المتكررة في القرآن وربطها بأشياء نراها يوميا مثل أيام السنة 365 يوما كلمة يوم منفردة في القرآن ذكرت 365 مرة من الباحثين من شكك بهذه الحقيقة قال لماذا لم تعد كلمة يومين أو كلمة أيام والحقيقة أيها الأحبة أود أن أقول التوافقات الرقمية في القرآن لسنا نحن من وضعها الذي وضعه هو الله القائل كتاب أحكمت آياته طيب لماذا جاءت بهذا الشكل الله أعلم يعني كلمة يوم منفردة يعني يوم فاليوم يوما يومين لا أيام لا يومئذ لا كلمة يوم تحديدا أخذنا يوم نجد أنها تتكرر بالضبط 365 مرة طيب لماذا؟ كامل الممكن أن تتكرر 370 أو 260 أو 50 أو ألف لماذا هذا الرقم بالذات؟ إذن هو رقم مقصود ينبغي على كل إنسان أيها الأحبة قبل أن ينكر أن يسأل نفسه يعني لماذا ذكر الله اليوم المنفرد منفردا 365 مرة طيب ننتقل إلى موضوع الشهر السنة تتألث من 12 شهرا كلمة شهر أيضا منفردة يعني نحصي الشهر شهرا شهر أما شهرين وأشهر لا نحصيها نحصي فقط المفرد نجد أنها تتكرر 12 مرة في القرآن بعدد أشهر السنة سبحان الله الله تعالى يقول في كتابه العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله طيب لماذا لم تذكر كلمة شهر منفردة 13 مرة أو 11 أو 20 لماذا هذا الرقم؟ إذن هذا الرقم مقصود أيها الأحبة يعني قبل أن ننكر ينبغي أن نفكر قليلا الحقيقة نحن نعلم أن القمر له دورة حقيقية حول الأرض وله دورة ظاهرية الدورة الظاهرية هي التي نراها نحن نحن نرى عدد أيام الشهر بحدود 29 ونصف يوما الشهر القمري هو 29 ونصف تقريبا فلذلك مرة يعتبر 29 مرة 30 يعني هذه النصف تجبر مرة لشهر السابق أو التالي فإنما لماذا يظهر الشهر 29 يوم ونصف؟ لأن القمر يدور حول الأرض والأرض أثناء دورانها حول نفسها نرى أن الشهر أطول ولكن حقيقة لو خرجنا خارج الأرض وعزلنا تأثير دوران الأرض وتأثير دوران القمر والمؤثرات خرجنا خارج الأرض ونظرنا إلى القمر وقمنا بحساب عدد الأيام التي يدور فيها دورة كاملة نجد أن القمر يدور دورة كاملة كل 27 يوما وربع تقريبا يعني أقرب عدد صحيح هو 27 يوما طيب كلمة القمر في القرآن من الممكن أن تأتي 100 مرة أو 10 مرات أو 70 مرة أو 28 أو 29 لا جاءت 27 مرة طيب لماذا؟ أنا هنا أتساءل وأوجه السؤال للمنكرين والمشككين لماذا ذكر الله القمر 27 مرة بعدد أيام الشهر وكلمة أيام ذكرت 27 مرة بعدد أيام القمر يعني أنظروا إلى هذا التناغم مع العالم أن كلمة أيام في القرآن كان من الممكن أن تذكر 26 28 لماذا 27؟ إذن هذا الرقم مقصود طيب هناك أيضا سؤال عن الملائكة والشياطين الملائكة بمشتقاتها في القرآن يعني ملك ملكين ملائكة ذكرت 88 مرة الشياطين بمشتقاتها الشيطان الشيطان الشياطين شياطينهم كلها ذكرت 88 مرة سبحان الله نفس العدد طيب تقول لي لماذا هنا عددنا الشيطان مع مشتقاته والملائكة مع مشتقاتها بينما لم نفعل ذلك في كلمة يوم أو كلمة شهر أو كذا أقول لكم أيها الأحبة صاحب هذا الإعجاز هو الله لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا نحن نرصد تناسقات موجودة في القرآن فنظهر هذه التناسقات للناس ونسأل هل هذه مصادفة أم يعني لو جئنا بكتاب آخر غير القرآن هل يمكن أن نجد فيه مثل هذه التوافقات يعني هل يمكن أن نجد كلمة الدنيا تتكرر في كتاب تماما نفس كلمة الآخرة كل منهما يذكر 115 مرة بالضبط الدنيا ذكرت في القرآن 115 مرة الآخرة ذكرت في القرآن 115 مرة سبحان الله يعني هل هذه الصدفة أنا بالنسبة لي أعتبر أن هذا إحكام وإعجاز ومن جمال القرآن وروعة القرآن أنه متناسق في كل شيء كما أننا نرى التناسق والتوازن في الكون نرى هذا التوازن في كتاب الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته